السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ revision على unit 12 تمام قبل ما نبدأ كله بيقول باسم الله يا شباب number one choose the correct answer the name of the opposite figure is a خط بالك الفجر اللي قدامك ده اسمه ايه عنده starting point وماشي ماشي النحية التانية عمال يمشي مش بيوقف لازم كده سميه من starting point بتاعته صح? ray اسمه ايه a b لازم اقف عند ايه كده من starting بص كلمة starting بدأ بدأ من فين بدأ من ايه يبقى اسمه ray a b اهو a b عشان هو ماشي نحية b عمال ماشي 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 نحية مين نحية b بص كده ما ينفعش تقول عليه b a ده كده بيلغبطك مع انه رسملك رسمة الرية هو فوق لأ هو لازم نبدأ نسمي الرية بتاعنا من ال starting point بتاعته من ال starting point ركز كده طيب the opposite two lines are intersecting ولا parallel ولا perpendicular ولا intersecting and not perpendicular اظن واضحين جدا جدا ده عاملين زي قطبان القطر يا ميس معنى كده انه هم ايه parallel مش بيتقبلوا ابدا عمرهم ما ينفعش اوكي اللي بعده seven and one over three هو ميدي لك mixed number وعايزه as an improper fraction يلا ننزل بمالطي بلاي ونطلع بايه بلاس seven by three twenty one بلاس one يبقى twenty two over three اهي طيب هنا three over seven والنحية التانية three over five وبودزة سيارتبل ساين ملاحظ ايه يا ميس النوميراتورز بتاعتي فوق زي بعضها هنا فيه three وهنا فيه three بالزبط معنى كده ان انت هتقارن between ال денوميناتورز بتاعتك طب عندك هنا five وعندك هنا seven يبقى الفراكشن اللي عندها ال денوميناتور اصغر هي دي الفراكشن الايه الاكبر تاني الفراكشن اللي عندها ال денوميناتور اصغر هي دي في الحقيقة الفراكشن الاكبر بتاعتك يبقى three over five greater than e three over seven العلامة بتاعتك هتروح تبص للthree over five تمام كده هي دي كبيرة طيب three and two over ten الكلام ده equals three and e over one hundred بص كده الهول نزل زي ما هو three نزلت three زي ما هي يبقى هو غعمل ايه كتب equivalent fraction two over ten equals a over one hundred التن multiplied by ten تديني one hundred اطلع على two two by ten equals twenty يبقى twenty يبقى twenty over a one hundred طيب three point two الكلام ده equals how many tenses في ناس بتطلعبط فيها الحد دلوقتي في ناس بتطلعبط فيها الحد دلوقتي ها حكر كده مش الدسمال بوينت بتاعتك after one digit after one digit اهي from the right to the left تمام وهنا هوت كلمة تنس يعني over ten في الديناميناتر صح كده يبقى three point two equals thirty two tenses تمام كده three point two equals thirty two ايه tenses بص لو كتبناها بالمنظر ده thirty two over ten ايه رأيك مش كنت بقولك شوف التن عندها كم زير عندها زير واحد بس لو انت عايز تشيل التن من الديناميناتر وعايز تحولها الديسيمال فورم هتبدأ تعيد after one digit ها from the right to the left وتحط الديسيمال بوينت بتاعتك تبقى three point two تمام يبقى انا معايا three point two يقولك equals how many tenses يبقى انت فاهم كده انها over ten يبقى هتحرك الديسيمال بوينت بتاعتك بقى ايه عكس الاتجاه انت متعود وانت بتحطها وانت بتحطها بتمشي from the right to the left كده وانت بتشيلها هتمشي from the left to the right وتعد ايه one digit تمام طيب complete the name of ورسملك الرسمة دي عندها starting point and extend in one direction مشي في direction واحدة is a ray طيب the two lines المنظر اللي قدامك ده the lines دول عاملين ايه perpendicular حد شايف اللي هم عاملينه طيب seven multiplied by one over nine الكلام ده equals ايه اتفقنا هنحطه في الديناميناتر بتاع السيفن ده one صح كده عشان نقول numerator by numerator denominator by denominator seven by one equals seven over one by nine equals nine يبقى seven multiplied by one over nine الكلام ده equals seven over ايه nine طب هنا two over ten plus thirty one over the one hundred الكلام ده equals ايه لازم الديناميناتر زي تكون زي بعضه عشان ينفع تعمل plus أو minus يبقى انا هزبط الفراكشن الاولانية دي هخلي الديناميناتر بتاعها one hundred زي التانية تمام two over ten يعني twenty over one hundred عملت ملتبلاي للنيوميناتر والديناميناتر by ten كلام ده plus thirty one over one hundred equals الone hundred نزلت اهيه في الديناميناتر تمام اجمع بقى النيوميناتر زي بتاعتك twenty plus thirty one يعني fifty one يبقى fifty one over ايه one hundred طيب هنا بيقولك in the opposite double bar graph طبعا انت شايف ال double bar graph اللي قدامك the some of number of boys in vanilla and chocolate is ايه ها عايز some يعني plus هتعمل plus للنumber of boys تروح تشوف بقى boys قد ايه بيحبوا الفانيلا و boys قد ايه بيحبوا chocolate اول حاجة هتعملها هتبص على الكيب بتاعك عشان تعرف ال boys هما blue ولا gray يا ميس ال boys بتوعي هما gray اوكي نبدأ نقرأ بقى بالنسبة للفانيلا ها قد ايه 35 كي plus بالنسبة للشوكلت بيشاور لك على ايه البور بتاعك ال gray ها بيشاور ليه على 10 يبقى 35 plus 10 equals 45 boys بعد كده هو رسم لك رسمة زي ما انت شايف كده و بيقول لك identify حدد لي بقى اوكي يعني ايه يعني بعض عن بعض كده مش بيتقابله عاملين زي سطور الكراسة بتاعتك عاملين زي قطبان القطر خليك فاكر طب يلا نروح نبص كده ها شايف اللاين ده وشايف اللاين ده ايه رأيك لو فضلوا ماشيين ماشيين هيتقابله مستحيل طب لو مشوا لتحت هيتقابله مستحيل برالل برالل يلا اسمهم ايه واحد اسمه اي دي اي دي وما تنساش ترسم لاين فوقها والتاني اسمه بي سي اهو بي سي وما تنساش ترسم لاين فوقها تمام يبقى احنا منتكلم عن بير اوف برالل لاينز خدنا البوينتس وسمينا بيها اللاينز بتاعتنا ايه دي وبي سي ورسمنا فوقها ايه لاينز اكي المرة دي عايز بربنديكولر ها يعني عاملين ايه عاملين سكوير كورنر او واحد تاني هيقول لي عاملين رايت انجل ياميس عاملين انجل وزنيجر ايكوال ناينتي بالضبط يلا فين اهم هما دول ياميس بصي اللاين دا واللاين دا عاملين سكوير كورنر هين عاملين هوت انجل الميجر بتاعها برافو عليك اسمهم ايه اللاينز دي واحد اسمه اي بي اي بي اهم لاين اسمه اي بي ورسمت لاين اهم واللاين التاني بتاعي اسمه بي سي بي سي عاملين بربنديكولر تمام ابير اوف انترسكتينج لاينز انترسكتينج بق هم يعني عاملين ايه زي اكس كده ايه رأيك بص كده حد شايف الاكس اللي معمولة من التو لاينز دول هنا شايفينها شايفين الحتة دي او يعني دول مع بعض عاملين انترسكتينج لاينز اسمهم ايه اللاينز دي ايه سي و سي بي يبقى انا عندي اللاين ده واللاين ده عاملين مع بعض متقطعين هنا هو متقابلين في دوت زي ما انت شايف اللي هي اسمها ايه سي تمام سهلة تمام واحد تاني هيقول لي يا ميز بصي شايف اللاين ده او وشايف اللاين ده عاملين برضو هنا هو انترسكتينج ده مع ده او عاملين انترسكتينج يعني انا خدت ده انت لو عايز تاخد ده مع ده برضو هيبقى صح فانت ممكن الرسمة قدامك يكون فيه اكتر من اجابة صحيحة فيها طيب بعد كده بيقول درو اكس واي لاين اكس واي اس باراليل تو اي بي هو رسم لك اي بي زي ما انت شايف عايزك انت ترسم لاين تاني باراليل باراليل معي كي سهل خالص ثبت المصطرة بتاعتك كده وارسم لاين كده هوت وحطي لي عليه بالمنظر ده وسميه لي اكس واي بحيس انه يبقى باراليل مش هيتقابل معده هو ميدي لك لاين اسمه اي اف زي ما انت شايف وعايزك انت ترسم اخبره ايه بربندي كولر بربندي كولر يعني ايه يعني عامل سكوير كورنر او رايت انجل مصطرتك كده بص انا بعملها زي يا شباب شايفين بصوا المصطرة مش هي بيبقى فيها شرط كده هوت معمولة شايف الشرط دي او شايف هاجي عند مثلا الشرطة بتاعت number 2 واحطها تبقى مش هي مع اللاين اللي هو رسمه لي تمام كده شايف الشرطة بتاعت 2 انا زبطتها مع اللاين اللي هو رسمه ازاي وهروح اعمله انا كده عملت بربندي كولر تمام ما فيهاش بقى اي غلطات خلاص هطويله بس شوية عشان اسمي اجي اللاين بتاعي واسمه L M هكتبله L M شفت احنا عملناها ازاي وعملنا ال square corner هنا ازاي ما هو لو خابت بالك بص كده اي شرطة موجودة في المسطرة هنا تمام لو بصيت معيها مع الخط بتاع المسطرة الاصلي ده هتلاقيهم عاملين square corner في الحتة بص كده دي معي هنا عاملين square corner هنا في الحتة نكمل يا شباب هو هنا بيقول لك choose the correct answer which of the following figures choose a line of symmetry فاكرين يعني ايه line of symmetry it divides the shape into two equal borders بيقسم لي الشيب بتاعي two equal borders ايه رأيك الشيب ده هنا هو اللاين ده line of symmetry الجزء اللي فوق زي اللي تحت لا طب هنا اللاين ده الجزء ده زي الجزء ده برضو يا مثلا طب ايه رأيكم هنا هو تبقى في بتاعتي الجزء ده زي الجزء ده طبعا هو ده كلهم بيوروا لي line of symmetry الا واحد مين فيهم ده هنا line of symmetry عشان انا لو تانيت عملت fold كده للسكوير هتلاقي هتلاقي الvertex دي جت على الvertex دي مزبوطين طب الheart لو تانيتوا كده هيبقوا مزبوطين لكن بص الرectangle lines of symmetry بتاعته بتاخد شكل plus بتاخد شكل ايه plus يعني بيقسمه الرectangle بالمنظر ده لكن حركة ال-x ديت مش بتعملي lines of symmetry مع الرectangle خليك خليك figure و هعمله line of symmetry من هنا لكن مش هينفع عمل كده وكي يبقى ده برضو عنده only one ها حرف c هعمله line of symmetry من هنا يبقى عنده one مش هينفع عمله من هنا وكي x بص ياميس انا ممكن عمله line of symmetry من هنا ممكن عمله line of symmetry من هنا يبقى ده عنده more zain one line of symmetry هو ده السؤال يبقى هنا بيقولك all perpendicular lines قلسوا بقى ها لما تتعامل مع two lines وهم عاملين لك perpendicular بالمنظر ده عاملين square corners بالمنظر ده طيب هتلاقيهم parallel لا طابعا intersecting اه يا ميس هم عشان يكونوا perpendicular لازم intersect at one point موجودة هنا بص كده not intersecting طيب ازاي not intersecting يا ميس وهم أصلا perpendicular عشان يكونوا perpendicular لازم يتقابلوا كده ويعملوا square corner بتاعهم بص هنا all perpendicular ينفع يقولك not perpendicular مفيش غير بس كلمة intersecting هي اللي هتنفع ايه معيك تمام three and four over ten is equivalent to ايه طبعا three هتنزل اكيد زي ما هي four over ten بقى هتبقى ايه ها هتبقى forty over ten طبعا لا هتبقى four over one hundred بص مرة تلك zero في النيومريتر وينسى الدينامينيتر مرة يحط في الدينامينيتر وينسى ايه النيومريتر مرة يزبط هالك بقى forty over one hundred عمل هنا هو بايتين وبايتين ففور بايتين بايت فورتي وتين بايتين بايت وان هندرد اوه هي دي اوه هي دي three and forty over one hundred ما انت ما ينفعش تعمل ملتبلاي للنيومريتر وتنسى النيومريتر ما ينفعش تعمل ملتبلاي للنيومريتر وتنسى النيومريتر لازم تعمل في الناحيتين تمام طب five over six equals one over six plus two over six plus ايه انا كده كده عارف ان النيومريتر بتاعي six ابدأ اجمع النيومريتر اللي قدامك كده one plus two يعني three نقصلهم ايه عشان يبقوا five three plus two three plus two equals five يبقى انا عندي one over six plus two over six plus two over six الكلام ده equals five over six اهي two over six بتاعتي complete three multiplied by one over five الكلام ده equals ايه هحط في الجناميناتر بتاعي three one زي ما اتفقنا نيومريتر by نيومريتر جناميناتر by جناميناتر three by one equals three over one by five equals five تمام طب one minus four over five على طول هتفكر في الone يجي النهائي انها five over five minus four over five كده ينفحل نزل five في الجناميناتر وfive minus الفور يعني one طب تعالهن three and two over seven plus one and three over seven الكلام ده equals ايه يال fraction plus fraction وبعدين whole number plus whole number تعدك الديناميناتر زي بعضه هنزل seven اجمع نيومريتر three plus two يعني five بعد كده روح للهول numbers three plus one يعني four طب هنا two and four over five عايزها is improper fraction هو من جهلك ميكس ده عايزها improper يال two by five equals ten ten plus four يعني fourteen over five the please value please value يعني انت سكن فين سكن في بيت اسمه ايه okay of the digit five in the number three point two five is ايه الفايف دي سكنة في بيت اسمه ايه الفايف دي سكنة قدامك في بيت اسمه ايه يمس الفايف دي سكنة في الهندرث تمام هندرث او عتنسى التي اتش اللي في الاخر هي سكنة في الهندرث او عتنسى التي اتش اللي في الاخر وتروح كاتب لي هندرث وتحطي لي اسم من غير التي اتش الناحية دي الناحية دي كي بتاعت الرايت بتاعتك دي تنث هندرث عندها تي اتش طيب the word form of thirty point zero three is ايه عايزها بالورد نقراها ايه ثيرتي and three hundredth تمام يا شباب ها احنا عدينا علينا الاسئلة دي كتير والموضوع ان شاء الله بقى سهل معاك واكيد بقيت بتعرف تحله طيب اللي بعدها بيقولك find five plus one and one over five plus two and two over five plus two ها الكلام ده equals ايه انا قدر احلها من وهيه في مكان من وهيه في مكان بص كده هشوفي الارقام اللي عندها fractions وهبدأ اجمع ال fractions مع بعضها بعد كده هجمع ال whole numbers اللي موجودة في المسألة كلها مع بعضها انا عندي هنا هو fraction وعندي هنا fraction يلا هننزلهم one over five plus two over five الفايف نزلت في الدينامونيتور اهي one plus two يعني three روح اجمع ال whole numbers بتاعتك بقى five plus one six six plus two eight eight plus two ten خلاص طب يلا seven and five over nine minus five and four over nine ها الدينامونيتور زي بعضها اول حاجة تتأكد منها بعد كده نزل ال nine في الدينامونيتور five minus four يعني one روح لل whole numbers بتاعتك seven minus five يعني two خلاص كده هنا two minus one over five minus one over five انت معاكي التو دي هتفكر فيها ايه انها one وone وان هتنزل زي ما هي انا بعمل بقى ايه بقى بعيد كتابة المسألة من اول وجديد بس وانا بزبط شكل الارقام بتاعت فالتو انت زي ما قلنا فكرنا فيها وان 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 نزلت زي ما هي والone التانية هنفكر فيها انها five over five بعد كده اكمل كتابة المسألة one over five minus one over five والكلام ده equals تمام يلا بقى ابدأ بالفراكشن بتاعتك انت عندك الدينامونيتور five نزل اه five minus one يعني four وبعد كده اكمل على طول four minus one يعني three وهنا عندك one هو له عندك حاجة توقعها لا هينزل هنا يبقى الريزولت بتاعتك one and three over a five طب اللي بعد five and four over ten plus three and one over ten الكلام ده equals a هنحط التن في الدينامونيتور اهو فراكشن بلاس فراكشن four plus one يعني five روح للهول نمبرز بتاعتك five plus three eight فالريزولت بتاعتك eight and five over a ten وعشان انت جدع وهتتعود من وانت في ربعة ان انت متسجليش فراكشن موجودة وانت ممكن تعمل لها سمبل فاي فهتقول لي ان الكلام ده equals eight and half five over ten هما الاتنين بينهم common factor هما الاتنين divisible by five فانا نزلت الهول نمبر بتاعي زي ما هو eight وبعدين رحت عند ال five وال ten وقلت five divided by five equals one وتن divided by five equals two عايزك تتعود على كده من وانت في ربعة عشان الكلام ده زي ما اتفقنا مطلوب منك في خمسة ما فيهوش نقاش draw a line of symmetry in each of the following figures يلا ابدأ ارسملي line of symmetry بالنسبة لل figures اللي قدامك دي انا هنا ممكن ارسم line جاي كده وممكن ارسم line هنا هو انت بقى ايه براحتك طبعا وانت ايه بترسم طيب انا بالنسبة لي هرسمه مسلا كده زي ما قلت لك ممكن انت ترسمه ايه من فوق طيب هنا هو لا لا هنا ما ينفعش يرسمه كده يميس لازم يترسم ايه بالمنظر ده بحيس ان انا لما قتني الشيب بتاعي لما عمله يجي الجزء ده على الجزء ده بالزبط طيب بالنسبة للا ام بتاعتك لا ملهاش غير لايين واحد برضو لازم يترسم من هنا هو لايين او في سيمتري تمام عشان عشان طب بالنسبة للايين واحد بس مش حينفع عمل كده لازم اجيب كده هوت تمام اهو طيب بالنسبة للتيب بتاعتك برضو مش حينفع عمل لايين كده لازم اجي كده هوت عشان اقسم ايه الشيب بتاعي تمام اهو بالمنظر ده بالنسبة للرسمة الأخيرة دي يميز دي ممكن عمل لها line كده وممكن عمل لها line كده برحتك بقى شوف انت حابب تعمله انا هعمله كده خد بالك هو ما قاليش draw all the line هو قالي draw a line يكفيني line واحد زي ما هو طلب مني طيب هنا بيقولك ايه in each picture you can see half of the shape and the line of symmetry شايفين الجزء ده ده نص الشيب بتاعك وشايفين اللاين ده draw the rest of each shape عايزك انت بقى تكمل الشيب اللي قدامك دوت بحيث ان انت تبقى رسم شيب عنده line of symmetry تمام سهلا خالص ها تعال بص كده حدد ال vertices بتاعت الشيب اللي قدامك اصل انت لو حددت ال vertices هنا وروحت حددتها الناحية التانية هتوصل خلص يبقى الموضوع خلص عنجي vertex بص بعد ايه بعد square واحد هروح اعمل الناحية التانية كده بعدين مشي كده وعنجي vertex اهي بعدين هنا طلع فوق بايه ب square تانية هنا بقى هنزل لتحت كده square بصوا ماشي بنفس الترتيب بتاع الايه بتاع ال vertices بعد كده عد one two three هعده one two three واحط ال vertex اللي هنا بعد كده نزل واحدة اهو نزلت واحدة بعد كده ماشي كده هوت وحط ايه الدوت بتاعة ال vertex اهي وبعد كده رح موصل يلا نوصل بقى ال vertex اللي احنا عملنيها عشان نوصل لايه للهوفي التاني بتاع الشيب بصوا كده بنفس الترتيب زي ما مشينا vertex vertex توصلهم اهم حاجة ان انت ما تطلغوطش بقى في vertex وانت ايه بتوصله بصوا زي ما مشيت في vertex بتاعتي وانا بحطهم مشيت فيها وانا بوصله طلع لي ايه الهوفي التاني بتاع الشيب طيب بالنسبة لده هرسمه ازاي يا ميس ده هنا هوت ما عنديش vertex كتيرة اه بس عندك vertex دي وال vertex دي لو حددت مكانهم صحة هنا خلص هيتوصل معاك الشيب طب حدد مكانهم صحة ازاي بص كده هو عاملها بعد 1 2 3 بعد 3 squares في الهوف بتاع انزل هنا اجي 1 2 3 بص بقى على نفس اللاين بتاعها بص اهم وانزل على نفس اللاين كده وحط vertex الاولان ايه بالمنظر ده طب وهنا برضو بص 1 2 3 بعد 3 squares هتعد 1 2 3 وانزل على نفس اللاين بتاعي ال vertex اللي قدامك بالمنظر ده اهم خلاص حددت ال vertex بتاعتك وصل الشيب وقفل اهم بصوا وكده بقى line اللي مرسوم قدامك ايه line of symmetry بص كده line line of symmetry ولما تيجي تتني الشيب اللي قدامك هيديك ايه هيديلك 2 congruent ايه شيبز تمام احنا كده خلصنا الحصة بتاعت النهارده يارب تكونوا استفدتم منها ما تنسوش تعلقولي تعليق حلو تشجعوني بي اكمل معاكم اشتركوا في القناة